السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسين من القناة السرشاجي ازايكم عمليني نهاردة نوعيها ساعة حلوة اسمها سيتزن مركة سيتزن طمام اسمها جي ان فور اس جي ان فور اس دي ساعة او كده احسن الساعة دي اوتوماتيك حتى مكتوب على المينة هي اوتوماتيك الساعة دي اللي اعجبني فيها العربين المختلفين اللي هو اللون مختلف الساعة دي الاكيروس بتاعتها كويسة الدقة بتاعتها كويسة ان انا كذا مرة جربتها تحت مثلا ايه اثبتها على على ساعات معينة على الموبايل على كل حاجة ما بتأخرش مثلا حوالي كم ثانية يعني تتعد الساعة دي غطس الساعة دي البزل بتاعها متحرك اسمها كده البزل بسو وهبقى عمل لكم فيديو ايه فايدة البزل ده او الشامبر ده اللونه ازرق ده الساعة لونها ازرق طحفة الساعة دي اللون بتاعها يا جماعة خرافة باش عارف او انتم ممكن تشوفو هنا او لا بس يعني اللون بتاعها او الاضاءة الليلية بتاعها حلوة الكراون بتاعها عند رقم اربعة اغلبية الساعة بتبقى الكراون بتاعها عند رقم تلاتة هنا كده مش تحت وفيه ساعة بتبقى هنا الرايت والليفت هند اللي بتبقى هنا اه الساعة دي حلوة فعلا فعلا الساعة دي كمان اما جدتها او مرة كانت اه كبيرة مش صغيرة الساعة دي كبيرة مش صغيرة الساعة دي مقاس ستة واربعين عارفين يعني ايه ستة واربعين اه كبيرة مش صغيرة خلص المقاس بتاع اللاج ويدز ده ده اربعة وعشرين مقاس معلش يا جماعة سمحوني الصوت بس صعب شوشة لسه صحي منهم فقلت معملها لكم عشان الساعة بصراحة اجماني اللاج ويدز ده او الويدز ده مقاس اربعة وعشرين ومقاس اربعة وعشرين في الساعات بيبقى كبير اربعة وعشرين ميلي او اثنين واربع من عشرة سنتي اذا كبير مش صغير الغريب في الساعة دي انا انا اول ما مسكتها انا اعرف انها ستة للصطبع وكبيرة الغريب فيها ان الساعة خفيفة مش تقيلة الساعة مش تقيلة يعني انتوا لو شفتوا حلقة اللونجين اللونجين سواني كده خليكم معين اللونجين دي اللونجين دي تقيلة لو انتم مسكتوا الساعة تلاقوها تقيلة تقيلة مش صغيرة خالص يعني مش صغيرة على اطلاق اللونجين دي ومش خفيفة لا دي تقيلة فالساعة دي حلوتها ان هي خفيفة مش تقيلة ده بقى يجبنا ان اغلبية الساعات اليابانية ما بتبقاش تقيلة بتبقى خفيفة دي بقى للناس اللي هي مسلا بتضيقها الساعات فيها حاول تشتري ساعات ياباني لان الساعات الياباني بتبقى اخف الاستيج بتاعها بيبقى خفيف ما بيبقاش تقيل اما الاستيج بتاعها او الساعات السويسري الاستيج بتبقى تقيلة فبص انت بقى ودماغك يعني لو انت عايز تشتري ساعات ياباني كويسة تمام لو انت عايز تشتري ساعات السويسري بس اكونت قيلة شوية بتعمل انا مشكلة الساعة دي كمان بتاعها او تفك ويتقفل او تانج كلاسب حاجة زى كده كويس قوي انا انا انده بحباش اللي هو عمال زى الفراشة وده بحبهوش ايه بصراح كانت ساعة حلو قوي الساعة دي بتاعها تمانية واربعين ساعة شغالة الساعة دي فعلا بحسي نت تتلكك عشان تشتغل ومجرد ما بحزها هزة بسيطة كيف بتشتغل. اه ساعة محترمة او يا جماعة. انصحكم بشراءها. الساعة دي انا شفتها على النت بتتبقى من امتين دولار. اه متين دولار كويسة برضو شحشة. مش مش الايكو درايف. عشان ايكو درايف دي بتبقى حاجة تانية خالص. اه بس كده يا جماعة. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتعمل اه سبسكرايب للقناة. ولو عجبك الفيديو او يا ريت اشتركوا فينا اصدقائك. وكانا معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. والسلام عليكم ونحط الله وبركاته.